السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذا هو حديث معرفتهم بالنورانية لربما نفرد وقتا إذا سنح المجال إن شاء الله في أيام شهر رمضان أتحدث فيه عن هذا الحديث لا لشرحه فإن شرح هذا الحديث يحتاج إلى وقتا طويل وإنما نقرأ الحديث ونسبر غوره بشكل مجمل إذا ما سنح الوقت إن شاء الله في أيام شهر رمضان فإني أعدكم بذلك فإن لم يسنح الوقت إن شاء الله أتحدث عنه بعد شهر رمضان حديث المعرفة بالنورانية حديث ينقله لنا سلمان وأبو ذر عن سيد الأوصياء أختطف هذه المقاطع التي تحدثنا عن معنى قيادتهم للأمم ماذا يقول سيد الأوصياء يا سلمان ويا جندب جندب هو اسم أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يا سلمان ويا جندب قال لبيك صلوات الله عليك قال عليه السلام أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي ممن مضى على وجه الإطلاق وهذا الوصف يشمل الأنبياء يشمل الأوصياء أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة هذا يشمل الجميع من الأناس من الملائكة من الجان ومن كل ما خلق الله أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي أليس هذا من أجل معاني قيادة الأمم هذا المعنى واضح أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي وأيت بروح العظمة وهذا هو سر القيادة لكل الكائنات وأيت بروح العظمة وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمون أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر ولا يوجد في لغة العرب مقدار أصغر من هذا المقدار وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمون أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر لماذا يا سيد الأوصياء هو يقول لأن آيات الله ودلائله وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته وأنتم كذلك لأن آيات الله ودلائله وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته وبعد ووجه الله وعين الله ولسان الله بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا وتلك هي القيادة الكونية ولو قال قائل لم وكيف وثيم لكفر وأشرك لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أستمر في كلام سيد الأوصياء فإني عالم أنه يدخل السرور والبهجة على قلوبكم أنتم 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 يا أحباب علي يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغه وبلغه وكمل ومن شك وعند وجحد وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصر يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام أنا أحيي وأميت بإذن ربي وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لأن لأن كلنا واحد لأن كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيته فينا يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله قال قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم للإسم الأعظم بكله حتى المستأثر وإلا فحروف من الإسم الأعظم عند الأنبياء العلم الأعظم هو ذلك الحرف المستأثر ومر الكلام بخصوصه عند بيان معنى وخزان العلم قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وتلك هي القيادة المطلقة في كل طبقات الوجود إذا كان محمد قد بعث لكل العالمين كيف يتواصل مع كل العالمين كيف يتواصل إذا كانت الرسالة لكل العالمين كيف يتواصل محمد مع كل العالمين إذا لابد لمحمد من وسيلة ومن طريق يتواصل به مع كل العوالم وتكون له الظهورات في كل العوالم قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار أعطانا الله ذلك كله بالإسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الحديث طويل أنا اقتطفت مقاطعة من هذا الحديث الشريف المروي والمنقول عن سيد الأوصياء برواية سلمان وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهما وهذه الكلمات كلها بحاجة إلى شرح لكنني أكتفي بما يظهر منها بالجملة كل هذه المضامين تتحدث عن أي شيء تتحدث عن قيادتهم لهذا الوجود عن قيادتهم للأمم الأمم بكل طبقاتها ليس في طبقة واحدة أو في مظهر واحد هذه النصوص وهذه الكلمات كلها تكشف لنا شيئا من هذا المعنى ومن هذا المضمون الذي ذكره إمامنا أبو الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة الجامعة الكبيرة حين يقول وقادة الأمم فكل النعم مردها إلينا كل هذه النصوص تتحدث في هذه الأجواء وتتحدث في هذه الضلال لذلك ليس غريبا أن نقرأ في حديث المعرفة بالنورانية أيضا أن نقرأ هذا المعنى يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي هذه المعاني هي مظاهر في طبقة من طبقات الوجود لولايتهم على النعم على مطلق النعم هذه صور هذه أمثلة لنعم مادية وإنما ذكر الأنبياء لأن الأنبياء هم أشرف الخلق هم أفضل الخلق وهم أوضح مظاهر النبوة والولاية في هذه الكائنات فجاء ذكر الأنبياء لا أن الأمر مخصوص بالأنبياء فقط ذكر الأنبياء هنا لعلو مراتبهم فإذا كانت نعمة أهل البيت جارية على الأنبياء الذين هم الأفضل والأشرف بين الخلق فمن باب الأولى أن نعمة أهل البيت جارية على غيرهم القضية هنا على سبيل الأمثلة وعلى سبيل النموذج وإلا المسألة أوسع وأكبر من ذلك مر علينا قبل قليل الدنيا والآخرة هي بيد الإمام يعطيها إلى من يشاء ويمنعها عن من يشاء وذلك عطاء من الله إليه لذلك أمير المؤمنين يخاطب أبا ذر في نفس الحديث اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله لا يذهب الذهن بعيدا فيشط في الفهم أنا قلت سابقا هذه المعاني نحتاج في فهمها إلى قاعدتين قاعدة حفظ المقامات حفظ مقام العبودية مع حفظ مقام الربوبية وقاعدة الحيثيات تعدد الحيثيات لا بد أن نفهم هذه النصوص وفقا لهاتين القاعدتين حفظ المقامات وتعدد الحيثيات لذلك سيد العوصياء يقول اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنها ما فينا ولا نهايته لماذا؟ الإمام يقول فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم يعني حتى قوى الخيال لا تستطيع أن تصل إلى ذلك الفناء الطاهر فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون وأعيد وأكرر بأن هذه المطالب وهذه المعاني وهذه المضامين يحتاج فهمها إلى الالتزام بهاتين القاعدتين الذهبيتين القاعدة الأولى حفظ المقامات كل مقام نحفظ له خصوصياته والقاعدة الأخرى وهي قاعدة تعدد الحيثيات حينما ننظر إلى جهة لا يعني أننا ننكر الجهات الأخرى وحينما تتجه عقولنا وقلوبنا وأفكارنا باتجاه جهة معينة لا يعني أن هذه العقول والقلوب والأفكار حسرت فقط في هذه الجهة هناك حيثيات متعددة في هذا الوجود وهناك مقامات ولا بد من حفظ خصوصية كل مقام لذلك المقام وإلا سنقع في خبط وخلط شكرا